نروح للحالة اللي بعدين. يا. واخد بالك بالكورتين دول ببساطة جدا تقدر تقولين اسمحة النهاردة كنقتر على الاهلي. طبعا. عشان الاهلي اصلا ما وصلوش الكورتين دول. ما رو كنت بقول لك كنت بقول لك في البداية قبل بس نجيب الحالة دي وقفلي سواني. سواني. اه 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 في رقم بتكلم الاهلي بقى اصنع عربع فرص محققة. اه اه او اكس بيكت الجودز خلال المباراة. النهاردة الاهلي لم يصل الى فرصة. في المقابل سموحة وان بوينت ايت. الارقام ما بتجدبش. هاي. فرصتين محققتين بهدفين اللي سموحة. مقابل مجموع بقى الفرص الكورة بتاع كريم فوقت هنجيبهم اكتر من كورة. مجموعهم كلهم على بعض. ما تكملوش فرصة واحدة محققة. كمل بقى. واخراج الكورة بشكل بالنسبة لي كارثي من حمدي فاتح يكمل. كمل. يعمل الكورة مشيها لحد ما حمدي يشيلها. يا حمدي انت لعيد دولي. من فعش العيد دولي. يطلع ياخد التكوف ماشي الكورة. ماشي لي فريم لانها مش ماشي عندي ايو ماشيها. ماشي يا بص يا كريم. اللي اطلع يعمل التكوف اللي قدام اللي الاتنين سنتر باكس ده. ده حمدي فاتح. بص يا حمدي بتطلع فين. ما ينفعش يا حمدي يا فاتحي. انك ان انت معكش التحام. ومعكش حد تطلع معاك. وبتلعب اريا بتاخد كورة هواقية. بتشكل ده. تطلعها. ومعليش هوقفها ليه لبقى من الكادر ده. وقفها ليه. بص شناوي عينيه مش عالكورة. زي ما لمنها. في الحلقتين اللي فاتوا. بص يا كريم بص يا كريم. هنا لو عينيه مش مع الكورة هم تباحة. ما يلحقش يروح يجبها. اللي ساعدوا اللي الكورة بتقت. لكن طبعا تحرك ممتاز ورفلاكس ممتاز من محمد شناوي. اللي بعد. الحالة اللي بعديها. بص يا كريم. دي دي واحدة من الحالات الوليلة جدا للنادي الاهلي وكريم فؤاد وكأنه وكأنه اتعدى من الحالة الهجومية بتاعت الانهاء اللي عند مهاجمين النادي الاهلي. استلام ممتاز. رجل طبعا دايق وشريف رضا. لكن في النهاية الكورات الطويلة على اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي دايما. وقلنا يا كريم هنا. افضل لاعب في مصر بيطلب الكورة في المساحة وكريم فؤاد. لكن النهاردة الانهاء سيء. التواجد طلب الكورة كم مرة طلب الكورة مرتين خلال المباراة. فحتى الكور اللي اللي لجاءت الاهلي الانهاء فيها كان سيء جدا. روح كامل الكورة كامل الكورة على عدلتها وبعدين روح للحالة اللي بعدين. بصة كريم استلم بشكل ممتاز. لكن طبعا الانهاء كان سيء. اللي بعده. الحالة اللي بعدين. بس. اه. دي الكورة بقى كريم. ده التهديد شبه تهديد. الوحيد للاهلي في المباراة في الدقيقة خمسة وتسعين. والكروس الوحيد اللي ناجح من محمد هني. ومن هنا نقول هو ايه المشكلة للاهلي دايما دايما عنده الازمة دي. بص بقى مين جوهة التمنتاشر يا كريم. حاجة لقطة غريبة جدا. ايه رجعتين ايه رجعتين ايه رجعتين. بص. بص بقى مين اللي جوهة التمنتاشر وقفل هنا الفريم ده. بص يا كريم. اغرب لقطة ممكن تشوفها للنادي الاهلي. اه. للنادي الاهلي. اه. وهو بيجري ورا الفوز في الدقيقة خمسة وتسعين. يكون جوهة التمنتاشر. رقفة خليل محمد مجدي افشا. حمد فتحي. فين الاجنحة والمهاجمين. اه. وانا بجري ورا الفوز في الدقيقة خمسة وتسعين. اه. مفروض ان انا مدفع بكل خطوطي وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. فهنا لقطة غريبة جدا بالنسبة لي ما لهاش تبرير غير انه لعبة النادي الاهلي. ما عندهمش الحدة ان هما بيجروا ورا الفوز لحد الدقيقة الاخيرة. فين الاجنحة والمهاجمين جوهة التمنتاشر. اصد ديقة خمسة وتسعين دي بالنسبة يا نادي القلي بقى فيه اتناشر لعيب مش حدواشر جوال مليون في المية. اه ده ده العادي. مليون في المية. فلما تلاقي لقطة زي دي. نازم تقف قدامها وتفكر. هو فين المهاجم. هو فين المهاجم اللي المفروض اللي المفروض يقع متواجد في المنطقة دي اللي متواجد فيها حمدي فتحي ورقفة خليل ومحمد مجد افشا. وبس اثناء حمدي فتح حتى قرارة وعد الكراسة هتروح لرقفة خليل هيعمل بيها ايه. ده في واحدة في الاخر رب بتكون جايبة بس عشان نفسي اتكلم معك. بتاعت حسين ولا بتاعت ايه? حمد عبد المنام. اللي شاء لأ لأ مش معايا. طب اتكلم عليها لما تخلص. طيب. كمل. كمل خلاص خلاص. كمل على قدتها. دي اللقطة الوحيدة اللي الاهلي في المغاراة. وهنا انا عايز اقف كمان عنده نقطة يا كريم عن هو ليه حسن الشحات. وهنا انا جايب اللقطة دي تحديدا عشان كده. الحركية اللي حصلت. الحركة اه واقف هنا بقى واقف واقف. واقف هنا على القرار. القرار. بص كريم. بص كريم. الباص والتحرك ممتاز من محمد هاني. صح. لكن محمد هاني لازم يبقى رابط مع الرجل البلايميكر عشان يحط له الكرة قدامه لانه ما ينفعش يقربها له اكتر من كده للمدافع. هو راح سبق الكرة. فبالتالي انت بتعمل ايه بقى? انت بتعمل ايه لمين? انت تحاو تسد من زيه دي خلاص. انت بتتكلم في الوقت بدل الضايع. انما تعمل كروس بالشكل ده. وعندك لعيب في وسط ثلاثة صعب جدا جدا. قرار غريب من محمد هاني في الدقاية الاخيرة من المباراة. وهنا الجود. نوقف هنا قبل ما نروح للزمالك يا كريم. من من اللعبة اللي في خلال التنة اربعة مرات اللي فاتت. خدوا عدد دقاية قليل. فكنزار بشكل ممتاز. حتى ولو يستطيعوا التسجيل زي حسين الشحات تحديد. حسين يستحق عدد دقاية اكبر. كنا بنتكلم قوات كتير ان حسين مستوى متراجع وعنده مشاكل بدنية وعنده مشاكل كتير جدا. مع مرسل كولر? لا حسين يستحق. اعتقد انه يتواجد. عندي مشكلة في القصة. ما هي? انه كريم فؤاد كان يستحق دقائق اكتر. لما خد دقائق اكتر. ما بعملش اللي هو عمله لما كان بينزل كبديل. يعني هو بديل كريم فؤاد. هو واحد من هدى فيه النادي الاهلي. بأساسي مش بقول ان مستوى بأسايق ولكن قل عن المستوى اللي بيشارك فيه البعض الدقائق. فانا اخشى على حسين الشحات. يعني لو حسين الشحات ورقة على الدكة بتفيد النادي الاهلي بقى حلو على الدكة. عشان لما لقى بأساسي ما كانش مفيد. انا ما قلتش نرعب أساسي يا كريم. لكن قلت عدد دقائق اكتر من 13 دقيقة اللي خده من النهار. اكيد. وكان حالك كريم النهاردة كمان كان مجهد جدا. حالك كريم كانت تستدعي تغييره بدري. بالكتير في الدكة الستين كان لازم يتغير. وخلينا نروح لك النقطة دي. اللي مقصل على المستوى الكريم. ان الفرقة كلها اوتوب سيستم. الفرقة كلها عندها مشاكل في المباريات التلاتة الاخيرة. عشان كده اهلت عادل مباراتين. وروح للمبارات.